الأزمات تتفاقم ويتفاقم معها أعداد العاطلين عن العمل إثر التعليمات الصحية الأخيرة فعدد مقدمي طلبات التعويض لمكتب العمل بلغ 95 ألف استمارة والتوقعات تشير إلى تصعيد قد يتعدى النصف مليون وحتى المليون موظفا مؤسسة التأمين الوطني مكاتب التشغيل بشتغله بحالات ضغط شديدة جدا ولا مرة اشتغلوا فيها الناس كمية الناس المتوجهين كمية الطلبات حتى الطلبات اللي هي عبر الإنترنت بشكل ديجيتالي بسبب الضغط الشديد مش عم بتكون دائما متاحة هناك الحديث على فعلا يعني لمئات الألاف التوقع أنه بهاي الأيام القريبة يكون الحديث عن شي 800 ألف توجه على الأغلب ممكن حتى يصلوا لمليون توجه ردود الفعل متبعثرة بين مشاعر الغضب والمصير المجهول فغالبية المصنفين في أسفل السلمي تسودهم حالة الهلع والخوف على عائلاتهم خاصة أن هناك من ينتظر مولوده فجميعهم على عتبة فترة تعم بها الفوضى ما فيش شغل فيش مجال الواحد يشتغل فاهم كيف طالب تطلع عن الناس الناس يقول لها خايفة فاهم كيف بداية كنت أشتغل في الحنيون في البلد اللي جانب حلويات المختار كنت أشتغل وفجأة بيجب كل معلم الشغل لأنه إحنا اليوم نخلص ثلاث أرمع شغيلة منشان فيروس الكورونا وأنا اليوم قاعد على العمل والوضع عم بزداد سوء المشهد العام يكسوه ملامح لم يعرفها من قبل ما أفرز تساؤلات لا توجد أجوبة عليها في ظل حقبة ارتفعت بها مؤشرات الفقر وتوسع الدائرة الفئات الاجتماعية المستضعفة في البلاد عامة